بحضراتك برضو من ضمن المصارات دي اللي بتشتغلوا عليها في القمة هي التكنولوجيا والابتكار عايزين حضراتك تكلمنا عن النقطة دي تحديدا يعني طيب احنا في خلال المؤتمر بندسكوس أو من أحد التراكس اللي حضراتك تكلمت عنها هو التك والإنوفيشن أو التكنولوجيا والابتكار أو الابداع الهدف منها ان احنا نبدأ ننشر ونشارك مع كل الحاضرين ايه هي التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم حضراتك يعني خلال السنين بتبدأ يكون فيه تكنولوجيات مختلفة ظهر من كذا سنة الفيرش والرياليتي أو هو يعني بقاله سنين بس هو بدأ ينتشر من كذا سنة الفيرش والرياليتي السنتين اللي فاتوا دول شوفنا فيهم تطور كبير جدا للذكاء الاصطناعي طبعا فاحنا الهدف من المؤتمر ان احنا ايه هي كل الابداعات أو هي الابتكارات أو التكنولوجيات اللي بدأ يتنتشر ازاي ناخدها ونعممها وندمجها في العملية التعليمية طيب هل الهدف من التعليم الابداعي يكون بديل للتعليم التقليدي اللي احنا متعودين عليه طبعا طيب انا لو اسمحيلي افتح قسين برابا اتفضل ما بين قسين كده قدي بس كونتكست أو سياق ايه هي المدرسة اللي احنا بناء او ايه هي العملية التعليمية اللي احنا بنروح لو سألت اي حد انت بتروح للمدرسة ليه هيبقى غالبا الرد لاني محتاجة نروح للمدرسة لاني ده جزء من يعني كلنا بنطلع وبنروح للمدرسة صحيح عشان نتعلم بالضبط وعشان نتعلم ولكن هل شكل المدرسة اللي احنا فيه ده دلوقتي هل ده كان طول عمرها ولا ايه المدرسة اللي احنا فيها دلوقتي جات من ايه فشكل المدرسة الحديث اللي احنا فيه دلوقتي ده ده اكتشوالي بدأ يتم تطويره من 150 سنة مع بداية الثورة الصناعية فلما ظهرت الثورة الصناعية وظهرت المصانع ظهر الاحتياج ان احنا نطلع ناش يكون يدخل في المصنع فيبدأ يتعلم حاجات متخصصة ويبدأ يعمل حاجة معينة فيبقى عندي في نفس الوظيفة عندي كذا حد يقدر يبقى الواحد زي التاني فيقدر ابدلهم ببعضهم ولكن التعليم اللي احنا المنظومة التعليمية مش في مصر في العالم كله اللي احنا عاشين فيها النهاردة دي مش منظومة قادرة على التواكب مع احتياجات سوق العمل فبالتالي التكنولوجيا هتخلي ان فيه وظائف كاملة هتندثر وهتختفي تماما ولذلك التعليم من اهم الحاجات اللي هو محتاج يركز عليها انه هو ما يبقاش تعليم بس نظامي اللي هو التعليم في المدرسة يبقى عملي يبقى تعليم عملي تعليم ابداعي تعليم يصنع من الانسان انسان قادر ان هو يعلم نفسه بنفسه والواكب التطور والتكنولوجي اللي احنا فيه وانه هو ما يبقاش على التعليم المنقبل الجميع والتعليم الجميع فقط ولكن على اللي هو يتعلم مدى الحياة ويبدأ يطور من نفسه ويصنع نفسه من جديد مع كل تطور تكنولوجيه كلما يتغير المجتمع يغير من نفسه ويتعلم حاجة جديد صحيح طيب لو هنروح لمصار تاني وهو المهارات والكفاءات طبعا يترى ايه المهارات المطلوبة فعلا في القرن الواحد وعشرين في القرن الواحد وعشرين اولا مع تطورة التكنولوجيا هنلاقي ونرجع هنا نقطة التكنولوجيا ان فيه وظائف كتير كتيرا هاتم الالة هتخدها الوظائف اللي هي الريبيتاتيف او الوظائف اللي هي بتكرر كتير او الوظائف اللي هي مش محتاجة انسان ياخد كرار فيها او انسان يكون عنده اموشنال انتلجنس زي ايه مثلا وظائف دي مثلا يعني الوظائف مثلا المكتبية فيه حاجات كتير دلوقتي صوفت وير ممكن ياخدها حضركوا تتكلمي على إيلون موسك من شوية وإيلون موسك مثلا في تيسلا والعربية يعني دي حاجة بصراحة ده ابتكر يخد برضو يعني والاوتورموس درايفينج العربيات اللي هي بتسوق نفسها بنفسها فما العربيات دي طبعا يعني انتعرف بس العربيات ماشي اوكي بس شريحة في الدماغ دي حاجة برضو صعبة ان هي انا افكر في حاجة فلاقي ان انا بجيب الحاجة دي بس فكرة يعني هي بتجيلي فده طبعا حاجة غريبة هو ده المستقبل اللي هو هيبقى السوبر هومن الهومن او الانسان الانتجريتد مع الماشين الانسان اللي الالى جزء منه في يعني يطلع يبقى انسان خارج ده المستقبل اللي احنا يعني راحينه هنبدأ نشوفه بشكل اكبر بس مثلا كمثال على الوظائف اللي ممكن تندثر هي وظاقة مسلا النهاردة فيه سوائين كتير جدا سوائين بساط سوائين عربيات سوائين لما السواء العربية كلها تسوق نفسها بنفسها مش هنعمل الحوادث دي اول حاجة اول حاجة بالضبط فهنا نتفادى موضوع الحوادث ده طبعا جدا سنويا حول العالم فيه مليون ونص حالة وفاة حالة وفاة فطبعا لما احنا نكون عندنا مليون ونص انسان بيموتوا سنويا حول العالم غالبا هنضطر ان احنا العربية ان انتبقى هو ده الدفولت ان العربية تسوق نفسها بنفسها فدي مثلا وظيفة من الوظائف اللي هتروح طب النهاردة الناس اللي وظيفتهم هي السواء هيعملوا ايه محتاجين انهم يعلموا نفسهم حاجة جديدة ويبدأوا يصنعوا نفسهم من جديد ويبدأوا يتاجه لحاجة جديدة فبالتالي احنا ودي نرجع للنقطة الاولانية انه هو مع تطور السوق العمل ومع تطور التكنولوجيا ومع تطور المجتمع عموما هل لان فيه وظيفة تندثر فاحنا محتاجين للاطفال من هم صغيرين يطوروا نفسهم غير يعني مع طبعا اللي احنا بنشوفه يعني في العالم بصراحة بنشوف حاجات غريبة دلوقتي محتاجين ان هم يبدأوا يجهزهم نجهزهم ان هم يكونوا قادرين على ان هم علميا يعني نجهزهم تعليما يعني احصائية مثلا من الولد ايكونوميك فوروم ان 65% ان الطالبة للنهاردة في المدرسة البتدائية هيشتغلوا لما يخلصوا الجامعة وظيفة هي مش موجودة لسه فده معنا ان فيه وظائف كتير جدا جدا لسه جديدة لسه هتخلق فبالتالي العملية التعليمية بدل ما تركز انها تصنع حد بيعمل حاجة معينة هي محتاجة تصنع حد يكونوا قادر على ان هو يطور نفسه من نفسه وانه هو يحل مشاكل فلما نجيب ان نتكلم على المهارات اللي اثنا القادم الحد والعشرين بتطلبها مهارات التفكير النقدي او الكريتكال ثنكين ان الانسان يكون قادر على حل مشاكل يبدأ الابداع الابداع المهارات التواصل عموما فنبدأ هنا ان نعدي من الهارد سكلز اللي ممكن الروبوت او الاي اي يعملها او الذكاة الاصطنائية يعملها لمهارات محتاجة الانسان اللي هو التواصل الفعال مهارات الامباثي او الهيومان او الاموشنال انتليجنس محتاجين نركز اكتر على مهارات القيادة الليدرشيب ان يكون عندنا جيل قادر على ان هو يتخذ قرارات ان هو يبدأ ان هو ياخد دي كلها مهارات اللي قادر الحد والعشرين بتطلبها ودي اللي احنا بنتكلم فيه في الصمت ان احنا ازاي نخليها جزء من العملية التعليمية ويبدأ ياخدها في سوق العمل لان ده ممكن ياخدها من هو في المدرسة نفسه في المدرسة